موسيقى الرئيس الروسي بوتين بيأمر قوات الصوريخ النووية الروسية بإجراء أكبر تدريب عسكري نووي يمكن في تاريخ روسيا بمشاركة أفواق قوات الصوريخ الأرضية والغواصات والقازفات الاستراتيجية والأول مرة بنشوف دلوقتي أن روسيا بتضرب أو بتطلق 3 صوريخ نووية عبر القرارات ICBM في وقت واحد إيه اللي بيحصل بالضبط في العالم؟ وليه روسيا بدأت دلوقتي أكبر منورة نووية بمشاركة السلوس النووي الاستراتيجي وليه في توئيد ده بالذات مع اقتراب الانتخابات الأمريكية بعد 7 أيام بالضبط تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرئيس الروسي بوتين أعلن عن بادئ التدريبات لقوات الردع الاستراتيجية وقال إن استخدام الأسلحة النووية الروسية إجراء أخير لضمان أمن روسيا وقال إن روسيا بتستعد دلوقتي لجميع السيناريوهات الممكنة من خلال الإطلاق العملي للصواريخ الباليستية والصواريخ الجوالة أو صواريخ روز وأكد بوتين على أهمية تحديث السلوس النووي الروسي لضمان أمن وسيادة روسيا وقال إن زيادة التوترات في العالم وزور تهديدات حديثة خارجية بيظهر أهمية وجود قوات ردع استراتيجية حديثة وجاهزة للاستخدام العملياتي بشكل دائم ولذلك فإن روسيا هتواصل تحسين جميع إمكانتها العسكرية والاستراتيجية منورات روسيا نووية بتركز دلوقتي على فكرة نال قوات الصواريخ الاستراتيجية نووية الروسية وخفض وقت التحضير لإطلاق الضربة النووية التانية لأدنى وقت ممكن وقودة خداع وتضليل شبكات الدفاعات الصاروخية الأمريكية والغربية والتالي بوتين كمان على تحديث الغواصات النووية والقاذفات الاستراتيجية الحديثة بعيدة المدى حيث أطلقت قاذفة صواريخ روسية أرضية حديثة متحركة من نوع يارس صاروخ باليست نووي بيصل مدى لـ 12 ألف كيلومتر وبيحمل عشر رؤوس نووية بقوة 1.2 ميجا تان ما يعادل 85 قنبلة من قنابل هيروشيما صاروخ يارس بيعتبر العمود الفقر الحديث لقوات الصواريخ النووية الروسية المتحركة المحمولة على شاحنات وقطرات صواريخ نووية بتزامن مع إطلاق غواص الصواريخ نووية الروسية من نوع ديلتا 4 صاروخ تاني عبر القرارات من نوع سينيفا بيصل مدى لـ 11 ألف كيلومتر من بحر بارينيتس وده صاروخ باليستي خطير جدا بيعد تاني أقوى صاروخ نووي عامل في الغواصات الروسية ثم أطلقت غواصة صاروخ روسية تانية من نوع بوري في بحر أخوتسك صاروخ نووي عبر القرارات 3 من نوع بولافا بيصل مدى لـ 12 ألف كيلومتر وده أقوى صاروخ نووي عامل في الغواصات النووية الروسية وأقوى صاروخ غواصات في العالم لأن صاروخ الباليستي الوحيد في العالم اللي بيشتغل من قلب غواصة بينطلق بشكل مائل بما يتيح لصاروخ بولافا النووي الروسي قدر على الإطاران والتحليق في مصار شبه باليستي بما يؤدي إلى إرباك وسائل عمل الدفاعات الأمريكية الجوية والصاروخية وهذا تشتيت قدرات الدرع الصاروخ الأمريكي اللي تم تصميمها في الأساس عشان تعترض الصاروخ النووي اللي بيطير دائما في مصار باليستي بالكامل إنما رجالها مصار شبه باليستي ده مصار بيتعب جدا الدفاعات الأمريكية المضادة المصار الشبه باليستي هو المصار اللي بيطير فيه الصاروخ الباليستية بشكل ما بين الخط المنحني والخط المستقيم كل الصاروخ الباليستية بيطير بشكل منحني لكن بولافا الروسي واخد شكل كيرف منحني مع خط مستقيم يعني مصار بلغبط وسائل الدفاع الجو الأمريكية المضادة فدلوقتي لأول مرة في تاريخ منورات روسيا نووية الحديثة بيتم إطلاق 3 صوريخ نووية عبر القراط في وقت واحد كمان شركت أسراب قاذفات الصوريخ النووية الروسية من نوع تبوليف 95 في إطلاق صوريخ روز مجنها حاملة للرؤوس النووية السؤال دلوقتي إيه اللي بيحصل في العالم وليه بدأت روسيا أكبر منورات عسكرية نووية بالصوريخ والقاذفات والغواصات النووية العالم دلوقتي مقبل على تطورات دراماتيكية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والسبائش هاريس جدا بين ترامب وهاريس ترامب مبارح في حجد لتجمع أنصاره قال كلمة خطيرة جدا قال إنه مش هيسمح لهاريس بالوصول إلى البيت الأبيض ونهر جالة بوادر في احتمالية اندلاح حرب أهلية أمريكية لو فازت هاريس على ترامب وده يرجعنا للي حصل قبل كده من أربع سنين في اقتحام مبنى كابيتول بعد سقوط ترامب في انتخابات 2020 قدام بايدن لكن المرة ديت الأمور هتكون بشكل أكبر وأشمل لتعم الفوضى جميع ولايات أمريكا المخابرات الأمريكية حذرت الكل إن الانتخابات القادمة هتكون الأخطر في تاريخ أمريكا لأن ترامب مش هيسمح بسقوطه أمام هاريس بما قد يشجع أنصار ترامب لحمل السلاح وصنع فوضى مدمرة داخل أمريكا وتسقط أمريكا في فوضى حرب أهلية شاملة وبالتبعية مع سقوط أمريكا في حرب أهلية قد تصبح ترسانة أمريكا النووية الناشطة والفعالة اللي هي حوالي 6000 رأس نووي مهددة بالسقوط والاستخدام العشوائي من قبل عناصر المتمردين وهنا المخابرات الروسية حذرت الرئيس الروسي بوتين إن ممكن يحصل السيناريو دوت وعلى رؤوسها الاستعداد والاستنفار النووي وعشان كده أمر الرئيس الروسي بوتين الجيش الروسي والقوات النووية بسرعة إجراء أكبر منورة نووية بالصواريخ الاستراتيجية والقذفات والغواصات النووية ضمن السلوس النووي لضمان سرعة الاستجابة ورد الفعل على أي هجوم نووي قد ينطلق من أمريكا حال سقوط أمريكا في فوضى مدمرة في أعقاب الانتخابات الأمريكية والسيناريو دوت حصل قبل كده في روسيا في التسعينات بعد انهار الاتحاد السوفيتي ترسانة روسيا النووية اتقسمت وتوزعت بين عدة دول وتنظيمات إجرامية زي كده المافيا الروسية اللي قامت بباع عشرات القنابل النووية الروسية والرؤوس الهايدروجينية لعشرات الدول الأجنبية في سوق السوداء للسلاح النووي فبوتين دلوقتي بيجهز قواته النووية تحسبا لجميع الاحتمالات والسيناريوهات بما فيها أمكانية حدوث حرب نووية مع أمريكا ومش بس ده السبب كمان بوتين بيجهز دلوقتي قواته نووية وبيجري مناورات نووية ضخمة جدا لأن الرئيس الأمريكي بايدن رفض تنفيذ خطة النصر الأوكرانية اللي عرض الرئيس الأوكراني زيلينيسكي في آخر اجتماع جمع بايدن مع زيلينيسكي في قاعدة رمشتان الجوائل الأمريكية في ألمانيا وكانت بتشمل خطة أوكرانيا الرهيبة قصف موسكو بأسلحة أمريكية بعيدة المدى وضرب مطارات روسيا وسداف القرم بقنابل قزرة إشعاعية بايدن خف جدا من تنفيذ خطة أوكرانيا للنصر العسكري على روسيا حتى لا تؤثر على سر الانتخابات الأمريكية أو قد تعرض سمعة الحزب الديمقراطي للخطر أو قد تشعل العالم بحارب ليس أوانها دلوقتي ودخل بايدن يأجل تنفيذ خطة أوكرانيا في النصر على روسيا إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ومجاه الرئيس الأمريكي الجديد ولو فازت هارس على ترامب هتقوم هارس باستكمال خطة بايدن في دعم أوكرانيا وتنفيذ خطة النصر الأوكرانية التي ستشعل العالم بحرب عالمية تلتة وحرب نووية وبوتن طبعا مش هيسمح بانتصار أوكرانيا والنيتو على روسيا مهما كان التمن وهيقوم بوتن بتفعيل خطة القصف النووية المضادة بالأسلحة الاستراتيجية والتيكتيكية وبكده هتبدأ حرب عالمية تلتة مع أمريكا والنيتو العالم كله دلوقتي متراقب نتائج الانتخابات الأمريكية لا تبدأ يوم 5 نوفمبر بعد 7 أيام بالضبط وإلا هيكون عليه شكل العالم بعد ما تخلص انتخابات أمريكا هل هتفوز هارس على ترامب وتبدأ حرب أهلية في أمريكا تتسبب في انهيار العالم وبدأ حرب عالمية تلتة أما هتفوز هارس على ترامب وتسيطر هارس على الوضع الداخلي وتحجم ترامب وبعدها تستكمل هارس تنفيذ مسيرة بايدن في دعم أوكرانيا بما قد يعجل أيضا بحرب عالمية تلتة مع روسيا أم هيفوز ترامب على هارس وهن يحارب أوكرانيا ويأجل ترامب بفرص انهاء أو اندلع الحرب العالمية التلتة 4 سنين كمان مدة ترامب الرئاسية هنشوفك اللي هيحصل بالضبط بكده الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك شير سابسكراب للقناة أشوفكم الفيديو جاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته